كل شخص فينا مسؤول بمجرد وجوده في البيت وعدم الخروج إلى الخارج لما نقول الكلام هذا نقصد فيه جميع أفراد المنزل الالتزام بالتواجد في المنزل وعدم الخروج إلا لضرورات القصوى وهذا الشخص لما نتكلم من ضرورات قصوى يعني ذهاب إلى الاستشفاء أو الذهاب إلى الجمعية للإتيان بالأشياء الضرورية فقط للبيت الأهم هو الالتزام بالبيت عدم الالتزام ممكن شخص واحد ينشر المرض لدى جميع عسرته وأكثر الناس قريبين منه ومحبين له يتأثرون بهذه الأثر لذلك أخواني وأخواتي وجودكم بالبيت هذا واجب وطني للحفاظ على صحتكم وصحت أهاليكم بالكويت فرجاء السماع للجهات الرسمية وعدم ترويج الشائعات وكونوا سالمين ترجمة نانسي قنقر